ليس الأجدر بالسادة النواب المستقلين كانوا يعقدون مؤتمر صحفي واضح يجتمعون كلهم بما أنهم تربطهم صفة الاستقلالية حسب ما معلن ويشكنون جبهة معارضة يتحدثون بي يعني يقولون موقفنا احنا رح نحضر له لا ليش اشراقت كانوا نتصرح وصوت مستقلين يصرح يعني كو بيهم مستقلين موجينا عن هذا كو بيهم ما منسجمين وليك مفهوم الاستقلال هذا مو اعتراف من عدهم ضمنيا بأنهم ليسوا مستقلين هذا اعتراف ضمنيا هو واقعا هم مو مستقلين المستقلين منه اللي يتفقون ويجتمعون ويمكن يصرحون في هذه التصلاحات تحكي عنها امتداد وجماعة الحل الجديد سارو عبدالواح الجيل الجديد هذول هم من البداية هم مستقلين دخلوا الاتخابات مستقلية هذول يمثلون ثوار تشرين وذول يمثلون معارضة داخل اقليم اقليم كردستان دائما يعرضون السلطة باقليم كردستان وموقفهم معلنيا هو المستقل بس اشراقة كانون حتى ما نغادر هاي جزء احسار جالك اشراقة كانون لا اشراقة كانون يدعون انهم مستقلين صوت المستقلين لريان كندان يرتبطون مذهبيا وعقائديا بجماعة معلنين هذا الموجود على الساحة اللي الناس تتحمل بالاطار بالاطار تنسي والريان الكنداني اللي يرجعون يجمعهم والمذهب مجمعهم ماذا يعني امتداد يعني رئيس حركتهم من الناصرية واغلب نوارهم كانوا بس يجمعهم صفة الوطن والشعارات اللي اطلقتها تقاد مستقلين مستقلين رأيك هذا مو نفس رأيك اهل تشري لا امتداد مستقلين بس السياسة التشريني شريد من امتداد يريد من علاء الركابي ما يحضر بجلسة انتخاب الحلبوسي يريد من علاء الركابي هذا مو صحيح بقى مو صحيح ليش مو صحيح ما تقدر تاخد حقوقك بهاي الطريقة انت جزء من مشكلة يعني انا يريد اعمل داخل مؤسسة اسمح لي سات صفاء شخص مؤشر عليه مع بعض التأشيرات سين صاد بغض النظر السيد الحلبوسي السيد الكاظمي السيد برهام اي الحزب الديمقراطي الكردستاني ومرشحي مؤشر عليهم انهم هم مشتركين في ادارة الدولة والشعارات كانت في تشرين بانه ازاحة لكل هؤلاء لكل الطبقة السياسية بس ما قدروا رضوا بالقليل يعني اليوم انا من اجد الثقة لشخص وفق وجهة نظرهم انه هو غير كفو في ادارة الدولة متهم بكثير من الاشياء وذا ما جدت الثقة انت ذا ما دخلك ترى تغيرها حسا على اقل انا اضمن موقفي موقفي على اساس اختارني موهيش لعبة السياسة لعبة السياسة انت تأخذ الاشياء اللي تريدها حتى لو تتفاوض ويا خاص زي هسا خليني خليني اقول لك خليني استاسفة يعني هسع جنابك انت انت مستقل تمام لا تنتمي ممكن تكون لديك ميولات عاطفية الى بعض الكتل بعض الشخصيات بعض الزعامات هذا ما بغضا بس لكن انت مستقل انا ناخب واجي انتخبك لاني اشوف اداء استاذ صفاء حواره منطقة طروحاته حججه هذي تخليني انا اقول بي اتوسم فيه الخير واشعر به هو سيختلف عن الباقين يجيني استاذ صفاء في جلسة من الجلسات تصوت لي على شخص مخضرا في العملية السياسية العرجاء الفاشلة التي حوت الكثير من الفاسدين شلون هذي مخيانة لصوتي اه مخيانة باللعبة السياسة كل شيء ممكن ممكن انت تجدس ويا خصمك ممكن تدخل جلسة البرلمان زيان اذا انت ما صوتت لهذا الشخص هو راح يمر كل الاحوال راح يمر اذا ثبتت موقفك بس انت لما تدخل ويا وتنتزع الحقوق اللي تريدها الناخبينك ايهاي السياسة وهذا التمثيل بس هذا التشريني ابو مديد الصدر اللي ميت من الجوع مثلا ما يفهم لعبة السياسة او ابو الناصرية اللي بطالة وحتى الدراسة تاركها وطلع يهتف بالساحات ما يفهم هذا الدور اللي مفروض بش ومن اللي صعد من عدهم وهم ونفسهم اللي كانوا ياهم رفقاء الميدان تمام بس لعبة السياسة غير بس انت من تدخل من المارد السياسة تختلف عن انت موجود بساحات التظاهر ساحات التظاهر انت واقف وترفع شعارات ضد السلطة بس من تريد تأخذ حقوق الناخبين تريد تدخل بالبرلمان ضمن لجان البرلمان تدخل بلجنة حتى تحاسب قتلة المتظاهرين حسن هوا بتشرين يريدون ونفوتون بلجان تمام وصلتني اول اهم مو اول يمكن اول مطلب اهم مطلب لدى امتداد محاسبة قتلة المتظاهرين اشنون تروح والجميع يعلم بانه تم التغطية من الجميع على قتلة المتظاهرين طيباني شون اصطفوا يا شخص هو ممكن يكون متهم والمتهم بريح انت هاي مؤسسة وانت تعمل داخل هاي المؤسسة مو بالضرورة انت تكون جزء من قناعات هذا الشخص اللي يحتل بس انت لازم تشتغلوا ياه يعني انا هسه لو على سبيل المثال بنقابة المحامين اعمل بنقاب انا قناعاتي ضد نقيب المحامين بس انا بنقابة المحامين لازم اعمل لازم ارتبط به لعني لازم ارفع لمطالعة ووقعني على الكتاب كمان شون يحصل قتلة المتظاهرين ومشترش في كل مع جميع الكتل السياسية التي اتهمت في قتل المتظاهرين هذا شغلت كنواب مستقليين ما هذا جدد للثقة لا لا جدد للثقة خليكن برئيس المؤسسة بس ممكن تاخذ من عنده القرار اللي تريده شكل لجنة تفتح ملاتك واذا كانت الدينة رح يوافق هذا الرئيس اللي صوتت لي اذا كانت الدينة هاي اللجنة رح يوافق هاي مسؤولية القضاء يبين الدينة هو او ما الدينة بس انت بشي دولة كان انا حشيت قلت لك بواقعية اواني هم ليحشي لك بواقعية الواقعية تقول انه انت ذا تبقى لا اتفقوا ياك ولا اريدك ولا شيء ما رح تبقى خارج قوس وما تقدر تاخذ اي حق من حقوق هؤلاء الناس اللي طلعوا وتقتلوا بالشوارع وضربهم القناس وضربتهم ميليشيات والتواثي وغير اخل نحشي بواقعية انت لازم تدخل ضمن هذا السور لازم تكون جزء من بوجودك موجود ويا تدخل في وكر هذي لازم حتى تاخذ حقوق حتى تاخذ حقوق طيب بلجان نيابية تطب بلجنة النزاهة تكشف ملفات فساد تقتلت المتظاهرين هوية من الملفات المعقلة والشائكة اللي المفروض النواب المستقلين فيما لو مرت الحكومة سيكشف عن قتل المتظاهرين تتوقعك كمحامي لا لا ما يتم تتشف عن قتلة الأجدار يكون غدا بعد هذا الترقب ومو بس احنا كل القنوات الزميلة كل الناس اتغطي حضرتك جاي من تغطية لأحدى القنوات تتحدث عن هذه جلسة السبت أليس الأجدار أن تكون هذه الجلسة علنية؟ المفروض جلسة مهمة أشبر بمحاكمة صدام حسينة نحيح أنا شفت مطالبات كثير بمواقع التواصل الاجتماعي يطالبون حتى بالناس اللي يصوتون يتكشف هالي أمام الرأي العام أمام الشعب على صفحة مجلس النواب يتكشفون عن النواب اللي يصوتون واللي يحضرون جلسة مجلس النواب وأعتقد هو هذا مطلب شعبي والمفروض يعني إذا يمتلك تمتلك رئاسة مجلس النواب النزاحة والشفافية وأعتقد كذلك وما يقدرون ما يقدر محمد العقوس يعطي له لأنه سيد حاكم الزامن موجود وهذا وهذا رح يساهم بإعطاء ثقة للتحالف الثلاثي بأنه يقلوا للناس شوفوا إحنا ردنا نمشي الموضوع ونوابنا كلهم حاضرين بس اللي ما حضره فلان فلانه من يمتلك هذا القرار